بعث الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو وأكد الفريق أول عبد المجيد سقر خلال البرقية أن ثورة يوليو المجيدة التي كانت وستظل إنجازا وطنيا بطوليا حمل لواءه طلاء على القوات المسلحة تعيد مصر حريتها وعزتها وكرمتها داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى على الرئيس عبد الفتاح السيسي بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن بكل القير والبركات بقيادة سيادته الوطنية الصادقة لمسيرة الشعب المصري العظيم ورجال القوات المسلحة كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي هذا وقد أصدر الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة